ما زال المنتخب المصري بيحاول والجماهير مستنية أربعة تانين زي بتاع الشرط الأولاني لكن على كل أحوال أداء النهاردة إلى حد ما أداء مختلف وبشكل كبير جدا تحس أن اللعبة عايزة تقول حاجة للجمهور وعايزة تطمن الجماهير على المنتخب زي ما قال أستاذ سامي على الفتاح عبل الفاصل أنه مباراة النهاردة مش مقياس وسألته إيه هو المقياس خصوصاً أنه الفترة اللي جاية نحن عندنا كم من البطولات سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية أتخب الأول عنده بطولة أم أفريقيا عنده تصفيات كاس عالم عنده أعتقد زي ما قال لي أستاذ سامي كمان هشارك في بطولة كاس العرب اللي هتقام قبل كاس العالم وإن شاء الله لو اتهلت كاس عالم هتلعب كاس عالم والأولمبي عنده أولمبيات والأهلي عنده أفريقيا والزاملك عنده أفريقيا وبرمز عنده سنة زحمة جداً يا أستاذ سامي جداً جداً نسال فتت مش هتحتمل أي مطبط من أي نوع لا يعني طبعاً ده لود كبير جداً على أندياتنا ومنتخباتنا بس إحنا وصلنا لدرجة احترافية نحن نستحمل مفروض لعبات نستحمل هذا الجهد ومدربيننا يكون عندهم بلين كده واضح أنهم يعني يخففوا ويخففوا الجهد على لعباتهم ويوزعوه على مدار الموسيب لأن طبعاً تعديات قوية جداً أهلي الزمالك وبرمز ومنتخب مصو منتخب وهم واخد من هنا وواخد من هنا يعني المنتخبين واخدين من الأندية فبالتالي يعني مسؤولات كبيرة جداً نتمنى أن احنا نقدر انحقق إنجازات حقيقية صحيح 2020 و2021 و2022 إن شاء الله و2022 إن شاء الله ترفع من شأن كورة مصرية اللي هي تستحق فعلاً أن هي يكون في مستوى أحسن كتير مما هو فيها والناس استحملت كتير الناس استحملت كتير جداً يعني دايماً بتذكر 2019 والألم اللي أصابها كلنا فطبعاً هذا الجيل مطالب بالمنافسة على اللقب مش أكثر مش أقل من كده